انا انا يعني انا انك انك كنت تروح الزمالك طب ما انا كنت اقدر يعني اقول للناس الزمالك عايزة لعب معاكو بعد ما رجعت من برطوغاليا ما طاردتش عليك لا اكلمني كان ناب رئيس النادي ايام زمان اسمه ايه مهندس حد يفتكر معنا يا جماعة عشان الزايل لا مش راوف لا مش راوف جاسب لا بعد قابله 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 لعيبكو اه كان لعيبكو كان ايام كابتن حلمي زمورة وبعده حسن ابو الفتوح اه 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 يعني في التوقيت ده اه 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 ومع الكابتن ومع الكابتن حمد اه ومعليه اه اطوله لا يمكن اكتفام غلط تقام ان انا يعني اتمسك بالنادي الاهلي كان اتعرض عليك وقتها كان لا ما اتكلمنيش في حاجة خالص رفضت من المبدأ ما 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 ينفعش ما ينفعش انا بكلمك انا بقولك افتحت عيني على النادي الاهلي يا ابني انت بتتكلم في ايه اللي يعيل عنده 14 سنة دلوقتي بيجي هاجمني عشان مش عارف انا اه اختلفت معمين طب ما قول اختلف رازم اختلف ما رازم اختلف انت فين انت انت شفت ايه ولا عملت ايه لنادي الاهلي وانت او خب بالك يعني 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 حاجات حاجات غريبة بنتشوفها اليومين دول صعبة جدا يعني طيب كابتن ماجدي يعني فكرة ان ان حرتك دلوقتي خلاص اتقطعت علاقتك بالنادي الاهلي كمسؤول انك انت تبقى مسؤول انا قلتها في مرة وانا مع في الانتخابات قلت انا رزق اتقطع من النادي الاهلي من سنة تمانية وتمانين من ساعة ما سبت النادي الاهلي انا رجعت وانا اول محترف ومدرب بورتغالي مشتغلتش في النادي الاهلي وانا الوحيد في مصر لعب الكرة الوحيد اللي كان بيكلم بورتغالي جاب واحد اه كان فيه مدرب بورتغالي جاب واحد من المتحف من المتحف من المتحف كان بيعمل السوق الاهل اه مترجم اه انا بكلمش ان انا اشتغل مترجم انا بكلمش اشتغل مترجم عشان بسروا اه الناس تفهم تفهم غلط ان انا عايز اروح مترجم لا انا مش مترجم انت او خبالك طيب ده اللي خلاك بقى يعني تروح انتخابات اتحاد الكرة وقدرت خلاص بقى انا اه روحت بقى مجال تاني في نفس الوقت في مشاكل برضو لا عمر يعني مع الناس في اتحاد الكرة وضع طبيعي اتحاد الكرة هو اللي بيرقس كرة القادم يعني سامير زاهر والله رحمه كان فيه مشاكل عمر بس 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 اه اه هنا مريدة فيه مشاكل لا خالص شبير فيه مشاكل خالص خالص سيباك من اللي بيتألفل ده كل دوت اه صحفيين اه مالوش اه مالوش اه مالوش ايسة طب وانا المشاكل فيه اه المشاكل ان انا عايز لا ازمات واخلافات ما هي الازمات موجودة هتفضل وهتفضل اتحاد الكرة لان مالوش جمهور اتحاد الكرة فيش حد بيدافع عنه اي 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 اتحاد الكرة ده المسؤولين ما بيدافعوش عن اتحاد الكرة اتحاد الكرة اول ما يحصل له غلطة واحدة يعني اكيب سامير خد 2006 و2008 و2010 ومشي في 2012 هو احنا اللي ضربنا جمهور الناد اللي اهلي هو احنا اللي كنا مسؤولين عن امن المباراة قدمنا استقاله ومشينا طيب ليه الى عايز اتحاد الكرة مالوش حد يدفع عنه وااااا اول ناس بتهاجموا الصحفيين اتحاد البيزنس اتحاد الازنس اتحاد عملت فلوس في الاتحاد مش نافع ما عملتش فلوس مش نافع جبت ماتشاط بفلوس مش نافع جبت ماتشاط ببلاش مش نافع ترجمة نانسي قنقر